هو الحقيقة ندرة الأرض الحضرية بالمدينة أمر ملزم أنك يجب أن تتوسع وهذا التوسع بالعالم يسموها مدن توابع للمدينة أو للحاضرة الكبيرة بغداد أنشئت فيها مدن توابع لكن أهملت النهروان والراجدية ومن أبو غريب ومناطق أخرى هذه المناطق، هذه المدن لو كان قد وضع لها الدعم اللازم ونشأ فيها وضيفت فيها وحدات سكنية صحيحة وتخطيط صحيح لك استقطبت الكثير من أو سدت الكثير من الحاجة السكنية في بغداد وكذلك باقي المحافظة تجربة المدن الجديدة الآن هذه الحقيقة هي حلول لا بد منها هي حقيقة ليس مدن مستقلة بذاتها هي تكون جزء نويات من المدينة الأم في أي محافظة من محافظاتنا وهي ما راح تكون بعيدة يعني صادف اليوم رحنا إلى المنطقة التي أعلنت مدينة الجواهري على جهة أبو غريب وكذلك هناك مدن مرشحة في جهة المدائن وجهة النهروان وهذه قريبة يعني 25 كيلو عن مركز بغداد ليست بعيدة يعني بعدك بغداد وهذه الحلول البطلوحة نعم البطلوب الحقيقة هذا القطاء نحن يجب أن نتحدث عنه من حيث يجب أن يكون أنه يجب أن يكون الحلول هي وفق منظومة تقودها الدولة الدولة لا تستطيع أن تجعل كل الحلول يم المستثمر بداعي أنه سيقوم من خلال تنظيم العملية المالية بالعمل يجب أن تقدم لبعض الخدمات حقيقة اقترحت عدة مقترحات تطرح عندنا في الجامعات مثلا بدل أن أمطي الأرض بسعر صفر أقدر أقايض الأرض إلى المستثبر بحيث ينطيني من المدينة التي يبنيها أو من المجمع السكني ينطيني عدد من الوحدات السكنية يحدد بنسبة معينة وإيواء جزء من السكن العشوائيات أو الذوي الدخل المنخفض تقود بالدولة في هذا العدد من هذا المجمع وبالمناسبة بالعالم كله الآن حتى العالم المتقدم المجمعات السكنية الآن بدأوا يرفضون أن تكون من نمط واحد معيشي أو خليل نسميه نوع معيشي واحد هم يفضلون التنوع يعني ذوي الدخل المنخفض وذوي الدخل المتوسط والدخل العالي بالعالم كله الآن توجهات إلى خلطهم معا مو عزلهم ولذلك حتى الأفكار التي تطرح الآن للمجمع الجديدة تتضمن أو يجب أن تتضمن هذا الخليط هذا الخليط بين النسيج العراقي واحدة من النقاط دكتور عبدالحسين الربط أكو دول يمكن أنا مرات أستعين بتجارب دول عربية مصر مثلا مناطق مثل حلوان وأنشمس وستة أكتوبر ومناطق كبيرة وستة أكتوبر خطة العراقيين عاشوا بها سنوات ربط هذه المدن التي هي بعيدة عن مركز المدينة ربطها بالمواصلات ربطها بالخدمات ربطها بنقل بعض الدوائر الحكومية لها كل هذه الوسائل هي تخلي ابن المدينة الأخرى محس نفسها طلع بر القاهرة يعني هذا كمثال نعم أستاذ علي نحن الآن الحمد لله العجلة بدأت تدور يا رب وهذه الحلول ستفرض ذاتها على الحكومات العراقية شيئا فشيئا لكن مطلوب أيضا أن هذا القطاع يخصص له مبالغ جيدة بالموازنات أو بالخطط التنموية السنوية أو الخمسية يجب أن يخصص مبالغ للخدمات الخدمات البنى التحتية حتى يأتي دور المستثمر دور القروض دور استرجاع القروض دور التمليك أي حلول أخرى في هذا الموضوع يجب أن تعمل بمنظومة تشارك فيها الدولة والمواطن والمستثمر وكذلك تشارك فيها أهل الرأي شكرا لا تنسى أنه أيضا لدينا رصيد سكني نعم شكرا لدينا رصيد سكني